برامضان معك انا شايفك متقلق في برامج رمضانية فين ده خالص ايه ايه انت انا كل ما افتح علاقي السوشال ميديا برايب سعيد بص اقول لك الحاجة والله بجد يومك والشهر والموسم بتاعك بص سيداني اقول لك انا ما زهرتش يمكن في رمضان السنة دي خالص في برامج اللي الموجودة في رمضان حاليا وطبعا كل التقدير والاحترام لكل البرامج اللي موجودة المعظم البرامج اللي اسم تذكر فيها برامج اللي هتقول لها وليها اسمها وكانت مع نجوم وكانت مع اسماء برضو وكانت موجودة فهو الاسم تردد أما انا والله ولا بص هي دي نعمة من عند ربنا في كل موقف تلاقي فيه لازم يتذكر ابراهيم من ضمن مشاهدتي اللي لك وانا طبعا لازم اشوف انا بتكلم مع مين وبيعمل ايه فكرة كهرباء علاقتك بي ايه دلوقتي يعني بعد بص اولا انا اخد بالك يعني بص يعني خلينا نتكلم على كهرباء انا كهرباء من العب اللي انا بحبها جدا بس هو عمل تصرف كده ما عجبنيش وانا نزلت له بس فيديو يعني هي نيني نيني بس نزلتها له دي كده كانت بس تحذير لي ده نيني نيني اه حركة هو بيعملها قصدق اه انا قصدق اه انا قصدق دي كانت بداية بس طبعا لاني طريقة اسلوبه في الحوار كانت مش كويسة جدا المفروض ان احنا بص يا فروح احنا ممكن نختلف مع بعض بس في حاجة اسمها احترام للشخصة اللي موجودة قدامك احتراما لتاريخه واحتراما لاسمه خصوصا كمان انا اكتر واحد ويف معاه يعني انا ان كنت مثلا اتكلمت في بعض المواقف ده شي طبيعي اذا انا بتكلم عليك كويس هتكلم عليك وحش فانا نزلت بس فيديو كده وهو الموضوع عادة طبعا انا حابب جدا ان انا برضو احترامت جدا سعد سمير هو يعتبر كابتن فرق وكابتن كهرباء في الناد الالي علاقتي مع سعد سمير علاقة كويسة جدا اتصل بي لان انا بصراحة ما كنتش حابة ان انا هتعامل مع كهرباء تانيا كنت هتعامل معها بشغل وحقه هو كويس في الملعب هقول مش كويس في الملعب هقول شغل كمحلل يعني كشغل كورا انا الحمد لله بافصل الموضوع ان حد موقف حصل ما بيني وبين اي حد عن الشغل عن الخارجي شايف هو كويس وماشي كويس ولا لا ده شي طبيعي انا طول ما اتواجد انا اللي انا شايفه كويس هقول كويس واللي انا شايفه وحش هقولي علي وحش فجيت بمكالمة من سعد سمير وانا بحييه وبحترمه جدا على ان هو ككابتن فرق قدر ان الموضوع خرج عن الشكل العام والمضمون فجيت ان هو اتصل بي وكان كهرباء جنبه وبرضو انا مش موضوع برضو ان هو اعتذر هو اتكلمني واعتذر لي وقال لي ان انا كان بعض الظروف اللي كانت موجودة في البرنامج كانت موضوع مستفز جدا ليه هو فضغطت عليه فانا احترمت الكلمة دي في الاول اخر هو اخ صغير وانا عشان خاطر ان هو اعتذر بص انا الكهرباء هو نفس انا وعيت البرنامج سعيت شوية بص اقول لك الحال خلينا نتكلم ان هو يعني شخصية جميلة هو انا بحبه جدا على فكرة من قبل حتى معرف كهرباء من قبل حتى يعني اوقات كثيرة جدا وكنا بنتقابل يعني في مصدي من قبل معرفه انا بحبه على المستوى الشخص اللي انا شايفه ان هو لعب كويس ولعب مميز سواء كان مع التحاد جدا وكنت متابعه اوها في التحاد جدا وكنت متابعه مع الزمالك ومتابعه اوها في الاهلي فالموضوع فيه فرق ان انت بتحب شخص ممكن من قبل ما تعرفه فانا كنت حبه كشخص وكلاعب طبعا لما الموقف ده حصل وهو خلاص الموضوع عدى عشان كده انا محبتش ان انا ارد عليه لاني كان الرد بتاعي كان هدى كهرباء هو اللي كلمة اوك لو ساعد سامير اتكلم على فكرة كهرباء من قبل حتى من هو في الزمالك كان كل فترة بالتصل بيه وكان فيه مكالمات وفيه محادثات ما بينه بقى حتى قابلته اكتر من كذا مرة يعني ولما راح الاهلي برضو كان اكتر من كذا لقاء يعني بعد كده الموقف اللي حصل هو طبعا اكيد احرج ان هو يكلملي لان هو عارف ان انا زعلت من الموقف او رد الفعل اللي هو قاله ساعد سامير تدخل لان ساعد سامير من النوعيات بصراحة شخصية محترمة جدا وبحبه جدا على مستوى كلاعب وعلى مستوى كإنساني هو شخصية التحب فاكلمني وتدخل في الموضوع فعملت احتراما لي برضو لان هو قدر الحتة دي قدر قال لكهرباء ان انت غلط وانت اخطأت في حق ابراهيم فعشان كده الكهرباء اتصل وانا خلاص الموضوع تعرف يعني هو انت حصل كلام ما بينكم تَتنّرو ساعد كان معا وهو اداه للتليفينه وكلمه فلع الموضوع يتكي يانا التهريب الموضوع انتهى خلاص فشان كده انا ما حبيتش ان انا رود لا ليه عن فكرة بس فروغ انا هقولك تاني انا ليا رد حق ان انا رود وده شيء طبيعي يعني ماخد بالك ان انا الموقف اللي حصل ما عجبنيش بصراحة بكلامك بصراحة فأنا أول حاجة نزلت له نيني 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 بس دي كانت ايه؟ تحذيره بس في خلص الموضوع هل تتخيلني في يوم من الأياب ان النيني نيني تبقى خلاف على التلفزيون ما أنا ما عرفش بعدها بسعتين الدينة غيرت أهيمة مشكرك أهيمة والله على النيني نيني بعدها بسعتين موضوع انتقى وخلاص وبتمنى له التوفيق وهو يا ريت يركز والله هو من اللعب الكويسة أول لعب كويس جدا ومفيد للأهل ومفيد لمنتخب مصر وأنا أتمنى كمان أنه يبتعد عن الألم تماما في الوقت الحالي مدام هو موجود في الفريق والفريق بيحتاجه ده مهم جدا فكرة التعالي عن الألم ده شيء مهم لكن ممكن احنا نقول في رمضان هو كان حابب أنه يظهر ويتكلم بس الأسف الأسلوب وخانه التعبير في بعض الحاجات أنا أتمنى أنه هو يركز يفصل شوية يركز في الكرة لأن الكرة هي دي أكل عيش لا مش ساك من أكل عيش الرزق ده بتعرب بنسى سبحانه وتعالى أنت في مكانة مش طعفة تعودة تاني أهلي خصوصا في الأهلي والزمالك انت وقت في الزمالك بقية رح تلاك أقوى مكانين في مصر أو أقوى ناديين في مصر لو خرجت من الأهلي وأنا بقولها الكهرباء مش تلعب كرة تاني فاهم